توجه وزير الزراع والتصلاح الأراضي علاء فاروق للمشاركة في فعليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمّن والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا بالأمم المتحدة الأسوأ ويشارك في المنتدى عدد من مجزراء الزراع بالمنطقة العربية فضلا عن ممثل عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملفات الزراع والأمن الغذائي حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق تحول نوعي في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة وتنصيق الجهود بين الجهات المحلية والدولية